السلام عليكم ورحمة الله عدنا من جديد مع قناة الابداع والتميز قناة ابدع واستمتع النهاردة معانا فيديو بيتكلم عن جزئيتين مهمتين جدا وهي ازاي افصل الصوت عن الصورة في اي فيديو وازاي اقطع الفيديو لازالة اي محتوى غير لائق من اي فيديو النهاردة بنستخدم برنامج في المرة وبرنامج في المرة ده من البرامج المتخصصة في المونتاج وعدد كبير جدا من اليوتيوبرز بيستخدمه وبيعتبر من البرامج الرائعة السهلة جدا لعمل المونتاج بكل سهولة هنفتح البرنامج زي ما انتم شايفين طبعا البرنامج فيه منه النسخة المجانية وبعد ما بتخلص الشغل بيها بالنسخة المجانية بيعملك علامة مائية على الفيديو اما لو انت عايز تستخدم النسخة غير المجانية بدون العلامة المائية فبيكون فيه اشتراك سنوي بيبصر يعني بس انا شايف البرنامج بصراحة من المرامج الرائعة اللي يستاهل ان انت تدفع فيه فلوس هنفتح البرنامج زي ما انتم شايفين وعشان اجيب الميديا اللي انا هشتغل عليها بدوس على علامة الزاد اللي ظاهرة امامكم اهو بنروح بعد كده نختار الفيديو اهو اخترنا الفيديو على طول اول ما باختاره بيظهر لي هنا هوات قدامي في الصندوق اللي ظاهر عنده الميديا اهو زي ما انتم شايفين هنا في ميديا وفي هنا هوات الميديا اللي انا خططها تمام اللي هو الفيديو بتاعنا عشان ابدأ اشتغل على الفيديو دوت لازم اشده لتحت وحطه في المصطرة اللي تحت او في الشريط اللي تحت اللي فيه الشغل اللي انا هعمل هدوس كده اسحب واحطه هنا هوات عند اول العلامة على اليسار وهنا هوات بيقول لي الاعدادات بتاعتها بتاعة الفيديو والفريم بتاعه فعادي هنخلها زي ما هي الدفولت بتاعتها اللي هو الف متين وتمانين في سبعمية وعشرين بعمل او كي خلاص كده هوات خطيلي الفيديو نتحرك نهوت بالمصطرة ديت اهو زي ما انتم شايف لما تحرك تحت بيغير لي الفيديو في الشاشة اللي العليمين يعني الشاشة اللي العليمين هنا هوات بتظهر لي انا موجود فين في الفيديو طيب دلوقتي انا عايز الحتة اللي انا عايز امسحها تمام من الفيديو هنخش الاول على عمليات التقطيع تمام هنفترض مسلا ان انا هنا عند كلمة اهو بداية كلمة مع اول ظهور ليها تمام اهو قبل ما تظهر بدوس على علامة المقص تمام اهو تمام وبعدين بتحرك لحد ما تختفي مسلا كلمة خالص اهو اختفت خالص وبدوس تاني علامة المقص يبقى انا كده اهو زي ما انت شايفين اتكبر هنا هوات عشان اتكبر المساحة اوريها لكم بالزبط بسحب المسطرة دي شوية اهو هنا هتلاحز ان بداية المقطع فيه هنا هوات اس ونهاية المقطع فيه حتة معصوصة لما وقف هنا هوات على المقطع اللي انا عايز اقصه هعمل رايت كليك واختار فوق خالص حاجة اسمها ديليت او ما بادوس ديليت خلاص مساحة المقطع اللي كان فيه كلمة وان تمام واختفت تمام ده كان اول جزئية عملناها بسهولة شديدة جدا في البرنامج تقدر تعمل نفس الموضوع دوت وتقطع اي حاجة انت عايزها من الفيديو طيب بعد ما بخلص التقطيع بروح هنا هوات لكلمة تمام هنا هوات بيحفظ لي الفيديو بعد التعديل اللي انا عملته بيجيب لك هنا هوات انت بيقول لك هتحفظ فيه بتختار هنا هوات الجزء مثلا وليكن عندك الدسكتوب وتقول اوكي خلاص يبقى هنا هيحفظ الفيديو في الدسكتوب وده اسم الفيديو بعدين بتدوس اكسبورت هاو بيقوم بعملية الاكسبورت للفيديو موجودة فين في اه الدسكتوب طيب هنكنسل عشان وقت الفيديو تمام ونخش في الجزئيات التانية بسرعة وهي ازاي ازيل الصوت بس او ازاي افصل الصوت عن الصورة يعني ازاي اعمل ملفين تمام ملف صوت لوحده وملف اه صورة لوحدهم هنتراجع عن اللي احنا عملناه نعمل اهو تراجعنا عن اللي احنا عملناه زي ما انت شايف هقف دلوقتي على الفيديو من تحت وعمل تمام وبادوس على حاجة اسمها يعني فاصل الاوديو تمام اهي بادوس عليها اهو تلاحز ان هو تقادي الفيديو فوق وادي الاوديو تحت تمام طيب بالوقتي انا عايز امسح الفيديو خالص اهو بدوس على الفيديو بعمل رات كليك ودليت اهو زي ما نشايفين اصبح موجود عندي في شريط الاعمال او شريط المهامل تحت الصوت فقط طيب عايز اعمل ايه بالصوت ممكن اسيفه لوحده تمام فاعمل اعمل اعمل اهو تمام هيجيب لي خيارات الاعدادات ان انت هين هوت ده صوت فعايزوا مسلا بصيغة او اي صيغة تانية طبعا نفضل اللي هي الصيغة الصوت اللي المتعرف عليه فبنختار وبنختار مكان وبعدين نحط له نهوة مسلا اي اسم ونخليه مسلا اودي اوني مشانه بعارفين خلاص وبنعمل او في سواني بيعمل اه اه او حفظ لي الملف الصوتي فقط اهو وبعدين بيجي لك تحت دوس اهو هيورينا الملف الصوتي اهو اودي اوني زي ما انتم شايفين بنشغله ويشغل لك ملف صوتي فقط للجزئية اللي احنا كنا في طيب نعمل هنتراجع عن اللي احنا عملنا تمام اصبح عندي دلوقتي الملف في الفيديو وهدي الملف اه الصوتي تحتيه طب عايز اعمل للعكس هعف نهوت واعمل دليت للأوديو يبقى راية كليك اهو زي ما انتم شايفين وبعمل دليت الملف الصوتي تمام اصبح عندي ملف فيديو فقط بدون صوت اقدر بكل سهولة اجيب اي ملف صوتي اخر واحطه على الفيديو دوت واعمل بعد كده وكده يبقى انا عملت ملف جديد خالص فيديو بدون صوت او احط اغير الصوت اللي انا عايزه ده كان اه شرح بسيط جدا جزئتين مهمتين في برنامج في المورة وهي تقطيع الفيديو والجزئية التانية هي فصل الصوت عن الصورة ارجو انتم تكونوا استفدتم بشرح النهاردة وياريت ما تبخلوش على قناة الابداع والتميز قناة ابدا واستمتع بعمل لايك وسبسكرايب في القناة والسلام عليكم ورحمة الله